من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين ينكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبة في الله كيف حالكم مع الله وكيف حال قلوبكم مع الله وصلنا في برنامجنا الكلم الطيب إلى الدواء الدواء النافع الناجع الخالص السريع الذي يقضي على كل مشاكل القلوب الذكر ذكر الله كنا نتكلم في الآية في قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلة هو الذي يصلي عليكم سبحان الله اذكروا الله ذكرا كثيرا كثيرا يعني كثير لدرجة أن ربنا يشهد لك أنه كثير كثيرا التعقيب بقى إذا ذكرت الله ذكرا كثيرا ودي سواب ودافع دافع يدفعك إلى الذكر هو الذي يصلي عليكم هو الله هو الذي يصلي عليكم الصلاة من الله الرحمة هو الذي يرحمكم هو الذي يصلي عليكم وملائكته وصلت الملائكة دعاء ليخرجكم من الظلمات إلى النور فالله يصلي عليكم يرحمكم والملائكة تصلي عليكم تدعو لكم لتخرجوا من الظلمات برحمة الله ودعاء الملائكة من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما اللهم أدخلنا في رحمتك برحمتك وأنت أرحم الرحمي اللهم إننا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتصلح بها أحوالنا اللهم إننا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتصلح بها أحوالنا وتهدينا بها سبول السلام اللهم إننا نسألك أن تفيض علينا من خزائن رحمتك رحمة ترضى بها عنا رحمة توسع بها أرزاقنا ورحمة تصلح بها أهلنا وأولادنا رحمة تقينا بها شر نفوسنا الأمارة بالسوء رحمة تنجينا بها من النار رحمة تدخلنا بها الجنة رحمة ترفع بها درجتنا في الجنة اللهم إننا نسألك رحمة من عندك أفض علينا رحمة من رحماتك يا رحمن يا رحيم تملأ بها قبورنا عند موتنا نورا ورحمات وبركات وتفتح لنا بها بابا إلى الجنة آمين إخوتي في الله وكان بالمؤمنين رحيما سبحان الملك الله رحيم يحب أن يرحم ويحب الرحماء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث عندي هو المسلسل بالأولية أملاه علينا شيوخنا في دايما الحديث المسلسل بالأولية إن أول حديث سمعته فكان أول حديث سمعته من مشايخنا الراحمون يرحمهم الرحمن كان آخر المشايخ الذين لقتهم الشيخ سناء الله المدني قال لي الحديث ضعيف كل أسانيضه ضعيف لي مصرين على الحديث المسلسل بالأولية الشاهد إن الراحمون يرحمهم الرحمن أخوتي الزكر وما أدراكم الزكر يقول ابن القيم فلو لم يكن في الزكر إلا هذه الخصلة الواحدة اللي هي النجاة من الشيطان لكان حقيقا بالعبد أن لا يفتر لسانه من ذكر الله تعالى وأن لا يزال لهجا بذكره فإنه لا يحرز نفسه من عدوه إلا بالذكر ولا يدخل عليه العدو إلا من باب الغفلة فهو يرصده فإذا غفل وثب عليه وافترسه وإذا ذكر الله تعالى إن خنس عدو الله وتصاغر وانقمع حتى يكون كالوسع وكالذباب ولهذا سمي الوسواس الخناس أي وسوس في الصدور الشيطان جالس للإنسان فاضم ورشحك الشغل الوحيد أن يفسد قلب ابن آدم إن الشيطان يضع خطمه على قلب ابن آدم فإذا ذكر ابن آدم الله خنس الشيطان وإذا غفل ابن آدم وسوس الشيطان وسواس خناس فسمي الوسواس الخناس أي وسوس في الصدور فإذا ذكر العبد ربه جل جلاله خنس أي كف وانقبض قال ابن عباس رضي الله عنهما الشيطان جاثم على قلب ابن آدم فإذا سهى وغفل وسوس فإذا ذكر الله تعالى خنس وفي مسند الإمام أحمد عن عبد العزيز بن أبي سلمة الماجيشون عن زياد بن أبي زياد مولى عبد الله بن عباس عن أبي ربيعة أنه بلغه عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ما عمل آدمي عملا قط أنجى له من عذاب الله من ذكر الله شفت الحديث ده ما عمل آدمي عملا قط أنجى له من عذاب الله من ذكر الله عز وجل هي كده ذكر الله أكثر شيء ينجيك أخطر شيء ينجيك أهم شيء ينجيك أعظم شيء ينجيك أيسر شيء ينجيك أسهل شيء ينجيك أسرع شيء ينجيك ذكر الله قال معاذ رضي الله عنه قال رسول الله صلي عليه صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث أيضا من العجب العجاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم وأرفعها في درجاتكم هذا في زيادة ثاني ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق يعني والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فيضربوا أعناقكم وتضربوا أعناقهم قالوا بلى يا رسول الله قال ذكر الله والحديث ده كثير من العلماء أشكل عليهم هذا الحديث أشكل على القاعدة الموضوعة في علم المعاملة أن الأجر على قدر المشقة فالزيب الذكر أفضل من الجهاد وضرب أعناق الكفار خلاص نصدق بالحديث وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في طريق مكة فمر على جبل يقال له جمدان قال سيروا هذا جمدان سابق المفردون قيل وما المفردون يا رسول الله قال الزاكرون الله كثيرا والذاكرات سابق المفردون الذي يريد أن يسبق بالذكر 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 تسبق من سبقك كثير من الناس مش واخد باله من قضية الذكر دي مش عايشها صح مش مش مقدر أمر الذكر قدرة دي حقيقة إن بعض الناس مفكر إنه هو أدم دي حتى أنا فوجئت في هذه الأيام ملاحظ إن بعض الناس ما بيقولش أذكار الصلاة الأذكار اللي بعد الصلاة بيستعجل السلام عليكم السلام عليكم ويطلع يجري ما بيعدش يكمل أذكار الصلاة اللي هي التسويح 33 والتحميد 33 والتكبيل 33 وختامها لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك وله الحمد وعلا وكل شيء قدير دي أذكار مهمة جدا وخطيرة جدا وهيك معنا الحديث إن فقراء المسلمين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله إخواننا من الأغنياء قال ما لهم قال قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضول أموال يتصدقون بها ويعتمرون ويحجون فقال ألا أدلكم على عمل إذا عملتموه سبقتم من سبقكم قالوا ما هو يا رسول الله قال تسبحون دهور كل صلاة 33 وتحمدون 33 وتكبرون 33 وتتمون المئة بقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير فلما سمعها الأغنياء قالوها فأتى الفقراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله إخواننا من الأغنياء سمعوا فقالوها فقال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء آه خلاص بقى دي أرزاق وأقدار ولذلك أيها الإخوة بنقول إن الإنسان ينبغي إن هو ما يستعجلش في موضوع الصلاة يصال ويطلع يجري مهم جدا التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل مهم جدا وخطير جدا جدا إنك انت تواظب عليها دبر كل صلاة آه في السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان عليهم حسرة يوم القيامة وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من صلى الله عن نبي يعني حسرة يوم القيامة إن شاء عزبهم وإن شاء غفر لهم وفي صحيح مسلم عن الأغر أبي مسلم قال أشهد على أبي هريرة وأبي سعيد أنه ما شهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله صحبه وسلم أنه قال لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده سبحان الملك فضل الذكر ده شيء عجب من العجب العجاب إذا جلس مجموعة من الناس يذكرون الله يعود يصلوا على النبي يعود يقول لا إله إلا الله يعود يستغفروا يهللوا يسبحوا يحمدوا يقول الكلمتان الخفيفتان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يقول الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة إن لله ملائكة سيارة يمشون في الطرق فإذا وجدوا قوما يذكرون الله قالوا هذه حاجتكم فيجلسون إليهم إن تقاعد كده الملائكة تحفهم تجلس على حوافهم من كل نحية وطوبة لمجلس شهدته الملائكة فطيبت الملائكة طيبون ثم وغشيتهم الرحمة الرحمة تغرأهم ونسلت عليهم السكينة في مجالس الذكر تحس بسكينة نسلت في القلب والأعظم ذكرهم الله في من عنده أن يذكرك الله في السماء وفي الترمذي عن عبد الله بن بشر أن رجلا قال يا رسول الله إن أبواب الخير كثيرة ولا أستطيع القيامة بكلها فأخبرني بما شئت أتشبث به ولا تكسر علي فأنسى ده واحد يعني جابل لنفسنا نقوله قال له يا رسول الله إن أبواب الخير كثيرة ولا أستطيع القيامة بكلها فأخبرني بما شئت أتشبث به أنا عايز عمل صالح أشبط فيه أتشبث به أتعلق به يوصلني الجنة الخير كتير بس أنا عايز حاجة يعني بسيطة على قدي قال ولا تكسر علي فأنسأولي حاجة أشبط فيها توصلني الجنة وفي رواية إن شرائع الإسلامي قد كثرت علي وأنا كبرت فأخبرني بشيء أتشبث به جميلة جداً كلمة أتشبث به عايز حاجة أتعلق بها أشبط فيها أشبط فيها عايز حاجة أتشبث بها فقال لا يزال لسانك رطباً بذكر الله بس خلي لسانك لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أشبط فيها إنك ما تسكتش لا تكف طول الوقت لسانك شغل وإحنا بنقول إن أسهل عبادة لمحتاجة تقوم ولا تعد الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم واقف بتشتغل في أي شغلانة أذكر الله قاعد بتشتغل في أي حاجة أذكر الله رائد قبل ما تنام أذكر الله لحد ما تروح في النوم ما تبطلش لا تكف وإشبط في العمل ده يوصلك لربنا في الترمذي أيضاً عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سئل أي العباد أفضل وأرفع درجة عند الله يوم القيامة قال الذاكرون الله كثيراً قيل يا رسول الله ومن الغاز في سبيل الله قال لو ضرب بسيفه في الكفار والمشركين حتى ينكسر ويختضب دماً كان الذاكر الله تعالى أفضل منه درجة كان الذاكر لله تعالى أفضل منه درجة يقول أي العباد أي العباد أفضل وأرفع درجة قال تذاكرون الله كثيراً قالوا وابين الغاز أفضل من الغاز في سبيل الله قال نعم أفضل من الغاز يجي حد يقول النهاردة إزاي نقوله ما فيش إزاي النبي قال هو قال كده فخلاص لذلك الذكر رغم أنه عمل سهل وبسيط وبسيط إلا أن أكثر الناس في غفلة يعني سبحان الله العظيم أحياناً بنبقى في مكان أو في مجلس أو وتبصل الناس كده مين اللي لسانه شغال في الزكر وهو قاعد بالساعات الطوال ولا حد على باله ولا يذكر الله فالذكر رغم أنه عمل سهل إلا أن نحن بنقول دايماً إيه أن ذكرك لله محفوف بين ذكرين منه أن الله ذكرك فذكرك فلما ذكرته أسابك على الذكر ذكراً ثانياً فاللي بيذكر الله دول دول ناس مختارين منتقين دول ناس عبنا أكرمهم وذكرهم به فذكرهم أيها الإخوة إن شغلوا بذكر الله أذكركم بقول الله يا أيها الذين آمنوا أذكروا الله ذكراً كثيراً أذكركم بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يتشبث بها لا يزال لسانك رطباً بذكر الله أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله من كان يريد العزة فلله العزة جميعاً إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكروا أولئك ورحمة الله ورحمة الله